ترأس سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم وفد مملكة البحرين المشارك في أعمال المؤتمر العاشر لوزراء التربية والتعليم العرب والذي احتضنته العاصمة الأردنية عمان بتنظيم مشترك من المنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة الألسكو ووزارة التربية والتعليم الأردنية تحت شعار تقويم الامتحانات العامة في الوطن العربي وتطويرها ويناقش المؤتمر نتائج وتوصيات دراسة علمية بعنوان واقع التعليم العام في الوطن العربي وسبل تطويره والتي شاركت مملكة البحرين في إعدادها وذلك لما تمتلكه من خبرة وتجربة في مجال تطوير التعليم والمناهج الدراسية وتعزيز دمج تكنولوجيا المعلومات والاتصال في التعليم فضلا عن الجهود المبذولة لنشر قيم المواطنة وحقوق الإنسان والتسامح في المناهج والأنشطة المدرسية كما بحث المؤتمر عددا من الوثائق المتعلقة بالتعليم العام العربي والتحديات التي تواجهه فضلا عن بحث سبل تطوير الامتحانات العامة في الوطن العربي ورصد الجهود المبذولة لتوحيد السلم التعليمي في الدول العربية وخلال مناقشات المؤتمر أكد سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي أهمية الموضوعات المطروحة كجزء من الرؤية العربية الموحدة لتطوير التعليم والنهوض بجودته لا سيما تصليط الضوء على سبل النهوض بمستوى الامتحانات العامة باعتبارها من الركائز الرئيسية للمنظومة التعليمية العربية وعلى صعيد آخر أكد سعادة وزير التربية والتعليم خلال مناقشة موضوع الحق في التعليم لجميع الأطفال العرب خاصة في ظل ظروف والتحديات التي تمر بها الدول العربية أكد أهمية أن يتبنى المؤتمر توصية بدعم الأردن الشقيق لاحتضانه الآلاف من عرب الجوار وإدماج أبنائهم في التعليم النظامي شاركت اليوم مملكة البحرين في اجتماع وزراء التربية والتعليم في الوطن العربي الذي يعقد في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وكان المؤتمر يركز بشكل أساسي على الدراسة التي شاركت فيها أيضا مملكة البحرين مع عدد من الدول العربية نتيجة لتوصية من المؤتمر السابق والخاصة بكيفية النهوض بالتعليم في الوطن العربي والسبل الكفيلة لتحقيق ذلك لما يشكله التعليم من دور بارز وعلامة واضحة في المسيرة التنموية ولذلك اليوم وصلت هذه الدراسة إلى مرحلتها النهائية ونالت كل التقدير والإشادة كما أن حضر في المؤتمر اليوم عدد من المسؤولين عن المؤسسات المالية وأيضا المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي وبنك التنمية الإسلامي وبعد طرح العديد من النقاط تقدمت مملكة البحرين بتوصية لدعم المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة للدور الكبير الذي يقوم به هذا البلد العزيز في توفير التعليم للاجئين حيث يحتضن الأردن أكثر من 85 جنسية ويقدم لهم التعليم بشكل كبير هذا يتبع عليه العديد من الالتزامات على المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة فكانت التوصية بدعم الأردن في هذا الجهد الإنساني التعليمي حتى نوفر للطفل العربي الفرصة الكبيرة لكي ينال تعليمه بما يسهم في تطويره واقعه ومستقبله ونالت هذه التوصية تأييد الحضور لدورها في النهوض بواقع التعليم في الوطن العربي أثير نقطة أخرى حول أزمة الجوء السوري وأثر على التعليم في المملكة الأردنية الهاشمية معالي الزميل الفاضل دكتور ماجد نعيمي وزير التربية والتعليم في مملكة البعرين أثار نقطة في غاية الأهمية في هذا الجانب ودعا لدعم المملكة الأردنية الهاشمية في مواجهتها لأزمة التعليم التي تمر بها نتيجة للجوء السوري حيث تستضيف المملكة الأردنية الهاشمية 167 ألف طفل سوري في مدارسنا العامة يجلسون جنبا إلى جنب مع أبنائنا يأخذون نفس المنهاج ويدرسون نفس المعلم وكذلك هناك عدد آخر من الدول العربية جاءوا إلى الأردن لسبب أو لآخر أيضا يدرسون في مدارسنا العدد جمالي ما يقرب إلى 200 ألف طالب وطالبة وأعتقد أن دعوة معالي الدكتور ماجد نعيمي وزير التربية والتعليم في مملكة البحرين دعوة مقدرة جدا وأوصى المؤتمر بناء على هذه الكلمة أن توضع من إحدى التوصيات دعم المملكة الأردنية الهاشمية في قطاع التعليم لمواجهة أزمة التعليم نتيجة لجوء السوري إلى المملكة الأردنية الهاشمية تألمون أن هذه اللجنة كونا في المؤتمر الماضي لاستقرار واقع التعليم العربي في المنطقة العربية ووضع التصورات التي تراها في ما يتعلق بعلاج مثل المشكلات في هذا الواقع فكان اللجنة مكونة من البحرين والإمارات والأردن وتونس والمغرب خمس دول وقامت بواجبة كما ينبغي واستعانت بخبراء أصحاب لهم تجارب سابقة في هذا الأمر وفي النهاية رسلت الدول وأخذت منها بيانات كثيرة مثلا بتدريب المدرسين وشكلات واقع التعليم